فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار طب إلى مسائل القضاء والقدر والاحتجاج بالقضاء والقدر يعني هذه ختام مبينة الأشعير لأهل السنة والجماعة في أبواب القضر كما بينا ذلك في أسماء الصلاة والغير وسأتي فوق هذا في مسألة هم موافقوا فيها أهل السنة والجماعة وخالفوهم عشان نكونوا منصفين مسألة الرزق الحرام واحد سرق مئة جنيه رقصت شوفه عشان تفهم أن كل الفتاة دي أصلاها اعتقاد الرجل بيقول لك أن اللي رقصت وماتت شهيدة شهيدة هو مردش يقول بالطريقة الثانية أن هي نفذت إرادة الله فتكون هي في الجنة بدأك أنها ما تكونش مزمومة الرقصة مش مزمومة عشان كده ما تستغربش لما يطلع واحد يقول لك أن الممثلة الفاتنة الراقية التي تشرب الخامل لأي نهار في هذا الباب أنها نبيلة القدري أنها رفيعة للمنزلة وأنها بتنفذ إرادة الله عندهم إنحراف عقد موجود لكن مبطن في الفتاوى طبعاً قال لك رغب السيارة ورح ترقص حدث حدث الله أكبر شهيدة 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 السلم الموسيقي شهيدة لما؟ لأنهم يرون أنها تنفذ إرادة الله للفعلاء هي منفذة لإرادة الله للفعلاء فواحد صدق المال واحدة راقصة تأخذت مال هذا المال حرام المال الحرام ده يعني يكون بقدر الله وليس بقدر الله وأيضاً هل هو حرام ولا مش حرام مسألة تان وفقوا أهل السنة في مسألة وخلفون فيه المعتزلة يقولون أن المال ده ما قدروش الله للفعلاء العبد هو اللي قدروا لنفسه لأنهم يقولون بأن الشر لا ينسب لله ده فعلاء وده بسبب أنه مناظروا بعين إيش؟ عوراء الأشعر قالوا لا المال الحرام ده الرقص والغناء والسارقة كل ده بقدر الله فقالوا بقدر الله نعم لكنهم يقولون قولاً آخر يبقى وفق أهل السنة والجماعة أنهم بقدر الله يقولون وهذا حصل بمحبة الله ده فعلاء فعلاء وبرضاه أصل المسألة فين بقى يبتع الحفصة أو أملي 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 يا وارش أجب علي هذا السؤال بوارش لو سمحت فاضل فاضل عم وارش يا متأم لا ما فيش حالة لا أقبل حالة فأصل ده هنا قالوا لا ده المال ده ما المقدر الله وقلنا أهل السنة قالوا بذلك الحمد لله قالوا لكنه يحبه الله يرضاه أهل السنة ماذا يقولون ماذا قالوا بقلنا بعينيني جميلتين بين غلوا وهنا ده فوق هلذين قلوا لا ده بقدر الناس قلنا لا ده بقدر الله يعني سرق بقدر الله نعم شرق بقدر الله طيب هنا يقولون بقدر الله ويحب ويرضاه قلنا لا بقدر الله ولا يحب ولا يرضاه أنا سهلته لك جدا سبب التخليط في كده يعني يعني مش عايز حد يتكلم الإرادة هي المحبة يجعل إرادة هي المحبة وده طبعا مخالف أنهم يقولون عندنا الإرادة إرادتان إرادة كونية وإرادة إرادة كونية فيما يحب وما لا يبقى السرقة من قدري ولا مش من قدري أرادها قدرا كونا ولما أرادها أرادها لكن شرعا حرامها بل وشرع قطع اليد للسارق ده الفارق أما أشوف الأشعار بيقولون الرزق الحرام بقدر الله وبيحب ربنا ده علامة بقى بتسأل للناس ممكن أكل عندي الرجل اللي بيأكل ربا هذا وما أكلش تعودتاني اللي سرق يعلم أنه سارق يقول له طبعا أنا أذهب إليه ولا مال أخذ منه المال وما أخذش منه المال بتسأل عليه شفت العجين اللي هم فيه فهم يرونها بأن الرزق الحرام من قدر الله ويحبه الله ويرضاه والمعتزلة يقولون ليس بقدر الله ولا يحبه ويرضاه جاء أهل السنة الجماعة وهل السنة الجماعة أي قناصين روعة أعطاهم الله الفهم والإيمان والروح فقالوا هؤلاء لهم بعض الحق وهؤلاء لهم بعض الحق هؤلاء عينهم الأولى عوراء وهؤلاء عينهم الثنة عوراء فبكل لطف ورفق سحبوا الحق من هؤلاء فأخذوه وقالوا وقالوا يحبه الله ويرضاه أي لا يحبه الله ولا يرضاه من مين من القدرية وجاءوا لهؤلاء قالوا وهو بقدر الله والتأليف بين ذلك أن ما قدره الله ليس كل ما قدر الله يحبه ويرضاه بل يقدر الله ما لا يحبه لما فيه المصلح أو ملازمه المصلح كخلق إبليس ككفر أبي جهل ككفر أبي لهب يبقى قالوا إذن بعينين جميلتين المال الحرام بقدر الله نعم الله ما فيش في كون الله شيء لا يكون بقدر وإنما قولنا شيء إذا أردنا نقول له وكن فياكن لكن لا يحبه الله ويرضاه لذلك نهى عنه وزجر وشرع قطع يد السارق وأيضا المنتهب مذموم فهنا في الشرع لا يحبه الله ويرضاه وجعل له العقوبة وكان في الآخرة له العقوبة كان له العقوبة لأنه خالف الشرع وهو مخلوق ليتعبد له بإيه ياسمه ويرضاه في الشرع لكن يسلم له للقدر لذلك قلنا لا أحد يحتج على الله بالقدر كما سيأتي فإذا الرزق الحرام مقدر لكن لا يحبه الله ولا ولا يرضاه نعم ودي طبعا ارتقط عندهم في مسألة الشر لا يرون شرا في شيء إبليس نفسه مش شر فعل إبليس كله مرضي هم يرون أن إيمان إبليس كإيمان إيش جبريل لذلك أيضا الأساس في ذلك لا يفرقون بين فعل الله وبين قضائه اللي هو المغضي لا يفرقون بين فعل الله وبين قضائه اللي هو المغضي لا يفرقون بين فعل الله وقضائه وإحنا عندنا في الحديث أنểu login قال والشر ليس إليك وقال 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 إبراهيم وإذا مردته أدبا والجن أدب مننا واش قالوا وأننا ندري أشر أريد ما قالوا أراد الله جل وعلا فهنا هم لا يفرقون بين فعل الله وبين قضائه لذلك النبي قال إيش أعوذ بك من سوء الأخلاق ودرك الشقاء وسوء القضاء فقال سوء القضاء هم لا يفرقون بين الفعل وبين القضاء سوء القضاء هنا المقصد به إيش المقضي هم لا يفرقون يجعلونها واحد لذلك يقولون كل شيء خير لأننا أصلا القاعدة والقاعدة حقيقية كل فعل الله إيش خير وكمال هم لا يقولون بذلك يقولون الفعل والقضاء سواء يعني يجعلون الفعل والمفعول واحد يجعلون أفعال الله ومفعولات الله واحدة فيقولون كله كمال يبقى إبليس عندهم إيش خير محط مسترقة والزنة كل ذلك وده طبعا أنا بيانت لكم قبل ذلك في الدورات لما قلنا أنه دخل هذا النزب الخبيث لما دخل الرجل على مرأة واجد عليها رجل آخر بيعمل إيه؟ بيكشف عليها دخل الرجل بيحسب أنه وكشف عليها حقا دخل في إيه ده؟ أخد السيف للغيرة فالرجل غلبه بالحجة قال يا رجل ماذا تفعل؟ أدري تقتلني والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله فقال أمنت بالله أمنت بالله يا ابن يا ابن الرجل الذي استهبل فأهبلك بيقول أمنت بالله طب الثاني بقى ماذا فعل؟ وقف وألقى السيف آمن بالله التسليما والثاني لسه في القدر اللي هو أزعمه فالمرأة مرتدت المرأة صعبة الفطرة السليمة مرتدت أزحته عنها وقالت والله إنه لمذهب خبيث إنه لمذهب سوء أنا ليه بقى أبايل لك هذا الكلام عشان تعرف فضاعة ما يخلون لتنفر منهم وده على طريقة النوة في النونية اللي هو ببايلها كيف قالوا عن ربهم أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا ابن القائم أنا قلت إيش ابن القائم يا رب أنه يكون عدل من أبا اسمه والصفات ولعلها بشكل خير يكون ما ارتقى إليه سيدنا الفاضل الشيخ مشهور بأنه أتى بمخطوطة أنه رجع عن تأويل اسمه والصفات إن شاء الله يكون خير بهذا فشوف انظر هنا قالت له إنه لمذهب سوء فجعلوا الفعل هو والمفعولات سواء وأهل السنة والجماعة وطبعا أصلا هؤلاء القوم لا يجعلون أفعال إعلان المفعولات فعيلة المعتزلة فاهمين أما أهل السنة والجماعة بعينين جميلتين يقولون أن نفرق بين الفعل وبين وبين المفعول الفعل كله كمال خلق إبليس كمال تغدير الكفر على أبي لهب كمال تغدير السرقة على السرق كمال تغدير الزنا على الزاني كمال لأنه من فعل مين طب الزنا نقص وشر الكفر نقص وشر وبالية والسرقة نقص وشر وبالية ففرق أرسل المجمع بين الأفعال وبين وبين المفعولات فرقوا بين المغضي وبين قضى الله جل جل في في علا المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة لكن أنا أقول هذا الأخيرة أشان المسألة الأخرى بفضل لا يجعل في علا أنا أيضا تكرمت عنها وبيانتها المسألة الأخيرة في ذلك الاحتجاج بالقدر الاحتجاج بالقدر على المعاصي والرضى بها هنا لابد أن تعوى الله الذي لا إله لهم لو لا أن تقطع رقبتي لبينت لكم أشياء كلها خفية عن فتاوى رضية وكل هذه الفتاوى المتردية الرضية كلها نبعة عن هذا الاعتقاد لأنه لا يرى منكرا معروفا معروفا منكرا فيقلبها حسب المصلحة لو اتفهمت اتفهمت ما تفهمتش خلاص يعني هو أصلا الفتوى النبعا عنده نبعا عقيدة يعتقدها أنه ما فيش منكر وما فيش معروف كله سوا فهنا حسب المصلحة يقلبها عندما يريدها زيد منكرا تصير منكرا خولا هو يعتقد أنها إيش ليس منكرا وعندما يرى منكرا عيانا منكرا يريده صد من الناس معروفا حيهالا هو معروف وهذا اعتقادي فلا يرى فلا يرى إيش لا يعبأ بما قال خوفا من أنك تخوف وأنه حيقف أمام الله هتخوف بإيش هو بيعتقد أنه أصلا كل ده سوا بعيد عليكم أن تفهموا لكن قريب منكم أن إيش أن تقفوا عندها دي أنه لا لا يجعل معروفا ولا منكرا ولذلك هو يحتج بالقضاء عليها يرضى بالمعصير ولك أن تعرف طبقات المرجيحة بقى اللي قتلا طبقات الشعران وقف الحمار رفع زيل الحمار الراجل كشف عن الحمار دخل في الحمار وبعدين نتكلم بأن هذا من أعظم ما يكون في إيش من الكرمات قالوا هذه من الكرمات حقا جعلوها كرمات فهو عنده ليس إيش ليس مكرم هذا ليس مكرم لأنه هو خفي النفس عنده يحتج بإيش يعني هو يقول يا بله يا سفهاء ولذلك ليه ما تتعب أنه يطلع يقول لك الرقصة الفنانة الفنانة الرفيعة الخلق ورفيعة العمل يعني أنها أنها تتعب والعرق شيء بشوه وهي حتى واحدة قالت كده متنطعة قالت للموني عرفو سينا بخدها في هذا الباب كله لابس الجاكت ومتراسة متعبان وأنا بعرق تعبان سعانة من البرد بتحرق يا ماما تحرقي أكتر أن تأخذي فلوس أكتر ويأتي الرجل يقول لك حلو نبيل لماذا ما فيش فارق قدر الله عليها ذلك والله هذا قول الناس لكنهم لا يستطعون أن يجاروا بذلك أمام الناس يلبسون عليه فالقوم يحتجون بقدر الله كالمشركة الأولين قالوا إيه قالوا ولو شاء الله ما أشرقنا ولا ولا أباؤنا صح كده وقالوا ولو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء وقال الله تعالى وإذا فعلوا بحشنا قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرانا بها شوف الله وشك رد عليهم ماذا قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فيقولون مش أنتم أصحاب أثر آه نعم والله نحن أصحاب أثر نقول تعالى نحجكم بأثركم يا جاهلة نعم إحنا جاهلة سمحونا متطرفون متشددون تعالوا بس هاتوا العلم قفوا معنا بعلم فقالوا ألم تعلموا حديث المحاججة بخوفك الأول حديث المحاججة إيش أبو الدجانة بس أنت خايفة والآن صح كله بخاف حديث المحاججة حج آدم موسى حج آدم وموسى جاء موسى فقال له أنت آدم أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة قالوا عيّره بالمعصية هنا فكانت الحجة مع مين مع آدم مش النبي قال حج آدم موسى كانت الحجة مع آدم فآدم آدم قال له ده الله كتب عليك الكلام ده إيه قبل أن نأخذ الخارج خمسين ألف سنة قال النبي هنا هنا حج آدم موسى فأحتجون بذلك طبعا هذا ليس مخرجا لهم طبعا ليس دليلا لهم نقول نقول ليس دليلا لكم المسألة عندنا في أمور الأمر الأول هو المقدمة مرفوضة إن موسى لم يراجع آدم على الأكل من الشجرة لكن الحقيقة هو راجعه على الأثر على النتيجة ليس على المقدمة قال أخرجتنا ونفسك فراجعه على المصيبة ولما راجعوا على المصيبة والمصائب مقدرة احتج بإيش احتج آدم بالقدر قال تلومني على أمن قد كتب الله علي قبل أن نأخذ الخارج خمسين ألف سنة لذلك قال الحسن البصري قال والذي نفسي بيدي ما خلق الله آدم إلا للأرض ما خلقه للجنة لذلك هي الأسباب لخروجي من الجنة بالأكل من الشجرة فآدم هنا لما احتج بالقدر احتج بالقدر علي على المصيبة لا على المعصية قال المصيبة نحن أخرج الله كتب علينا ولذلك الحسن قال والذي نفسي بيدي ما خلقه الله إلا للأرض ما خلقه للجنة مفهوم فهنا ردها أقول الآن أنه 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 احتج عليه بالقدر في المصيبة وأجمع العلماء على جواز الاحتجار بالقدر على المصائب طب لي حبيبي لي يا مبو بلي لا لي حكم وأيضا لأن المصائب أيضا من فعل لا جاء لفعلها لا دخل العبد فيها وأما المعصية قد تكون هي سبب ليش والعبد له دخل فيها ولا مالوج دخل فيها المصيبة أثر المعصية لكن المصيبة فعل مين فإلا قدر الله إذا أحب الله القوما إيه طيب لكن سببها الإنسان متدخل فيه ظهر الفساد في الباري والبحر بما كسبت أيدي الناس وتعالى ذلك بما قدمت هداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لا ده أثر ما فعلت نعم أنا الذي قدرت و والسبب ما فعلت ولذلك لنا حديث مشهور جدا يجلل لنا هذه مسألة بسرعة ائتي به خطأ لا ليس لا يستدل به لا لا يستدل به اتخذ الشطر الثاني لا يستدل به طب أنا هنا عشان الوقت قام قال عمر إنا كنا نستسقي برسول الله إذا أجدبنا قم يا عباس فاستسقي لنا فقام العباس قال ربنا إنهم مختاروني لفضلي عليهم ولكن لمكاني من من نبيك صلى الله عليه وسلم وإنه اسمعوا اللي جاي القادم هو الذي يحتاج به وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوب اللهم إينا نستخبرك نتوب إليك نزل المطر بينا إيش بقى هنا حبيبي بينا أن للعبد ما اتخل فيه في الأصل الذي يأتي عليه يبقى المصيبة محد فعل الله لا هو أن يحتاج بالقدر أما المعصية فسبب فيه هو مع تقدير الله لكن هو ملام على ذلك عين شرع وعين القدر عين شرع وعين وعين القدر فلذلك قلنا آدم لما احتج بالقدر احتج بالمصائب وقد اتفق العلماء على أنه يجوز احتج بالمصائب دون المعايد تنزلنا مع القوم وقال لا هو يعني لامه على المعصية والأكل من الشجرة تنزلنا معكم يبقى لامه على إيش حسام حبيبي ورش لامه على إيش يا بابا قم يا ورش خلينا في ورش رغية ما تموت ورش فاضل يا عم ورش لامه على إيش حبيبي هنا لما تنزلنا معهم على الذنب ممتاز ولما احتج بالقدر آدم يبقى احتج بالقدر على إيش يا حبيبي إيه إيه يا ورش إيه إيه في إيه اتفضل شوف 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 ورش بيعمل إيه نادر احتج بالقدر على إيه نحن نتكلم في التنزل معهم أبو جودي بالراح بالراح يا أبا جودي قال له ولامه على الزنب الأكل من الشجر تنزلنا مع مين مع القوم فلما احتج هو بالقدر احتج بالقدر على إيه يا أبو جودي على الأولى أيوة يا بابا قل بالراح بالراح بشويش قل باحتج بالزبابة القضاء على المعصير أنت قلت على المصيبة يا نادر أنا سمعتها منك على المصيبة يا نادر هاي بس لا أنا الآن بتكلم لا أنا بأصله دوقتي حتسمعوا مني وأتقول أنت قلت ذلك قلنا لأنه يضرب عين الشرع بعين القدر أنت الآن جيب الأصل أنه عمل إيه ضرب الشرع بالقدر كيف ضرب الشرع بالقدر هنا عمل إيه عطل تعطير الشرع تماما بهذا الباب فعني وضربه على القدر إذن جعلك إيه كما قال شيخ جعلك الجبريان في هذا لكن أنت لابد أن تبين السبيل اللي وصله لكده فنحن قلنا لو لا كلامك لا يصح فهمك سقيم هو هو احتج بالقدر على الذنب بعدما تاب منه إذا تاب منه يبقى معنى إيه يبقى معنى إيه عامل بعين الشرع لأنه أقر بأنه تجاوز وتعدى لذلك تاب واستغفر فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إذن لما تاب لم يضرب الشرع بالقدر بل اعتبر الشرع وجعله في مكانه واعتبر القدر فلو نقول ولذلك ابن القيم أشار على أن بعض المعلماء ده أيضا مختلف فيه عند العلماء على أن بعض المعلماء يقول وده صحيحا ده للتحقيق ويجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه يعني توب تقول أنت قدرت علي كيف قدروا في المصيبة لأنه قال أخرجتنا ما قالوش أزنبت ما قالوش أكلت من الشجرة تهمني فهم أولوه على أنه أكل منه قلنا طب ماشي لو حتى وده طبعا بعيد لأنه ده قطح في موسى أصلا يعني ده تنزل معهم لو قلنا به ده قطح في من في موسى لأنه لا يعير أحد بذنب من تابة تابة منهم ولذلك من عير أحدا بذنب تابة ولا مياتهم لابد أن يقع فيه التعيير مهلكة مهلكة فالمراجعة هنا الاحتجاج بالقدر جعلوا الاحتجاج بالقدر على المعاصر لذلك هو في قراءة أنفسهم أي واحد عاصر ماشي مش مشاكل عنده وده اللي أنا شفته بعض الإخوة اللي هو قال لك يعني سيب بيشرب سيجار سيب طب بيشرب حمية يا عم ماشي مفيش مشاكل أنا أقول له ماشي أنا سأقول لنا معصية وأنا عصي زيه لكن لابد أن أعمل إيه هنكر علي أقول له والله أنا أعصى منك أبن لكن سأنكر عليك وعلى شارب الكؤوس هنلقى تنصح أو إلا في الاسم اسمان والزنب بهذا نرى عوار الأشعرة في القدر وأنهم أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة في القدر الذي قال من أشعرة من أهل السنة والجماعة يجاوب لنا على ده محتاجين بحر العلم اللي عندكم تبينوا جهلنا وتبينوا أن هذا هذه المبينة غير موجودة نريد بحر علمكم أن تفعلوا ذلك معنا سمعتم إيه تنبي معندكم وإلا في الساحة موجودة وستغلي بأكثر من ذلك فهذه هذه بالنسبة للكلام على القدر يأتي أبواب الرؤية اللي هم قالوا ظاهرا نتفق على السنة والجماعة أننا سنرى ربنا ونرى أنهم كذبة وهم ينفون رؤية الله في علام كما ينفون أن الله يتكلم عندما قالوا بالكلام النفسي ده معنى أنه هم بيقولوا لا يتكلم سبحانه وجل في علام وهذا سيأتي إن شاء الله ها من اللي بيقول ها نعم ما فيش حد فيما بيقولش بذلك ده مظاهر كما قلنا ده هو لا يرى أن الأثر مؤثر أصلا في الزنا لا يرى لا يرى الزني زاني ده شكل منسوب ليه كده وهو غير مؤثر الزني الحقيقي طبعا فهمه فهمتم كيف يا شيخ ما هو بيخلم بقى على المشكلات في الأمر هو على تأثير في هذا البال ويراونا أن المحدود مظلوم عشان كده ما بيهمهمش تعطيلي لايه الحدود لا يهمهم بذلك ده المسألة أوسع من ذلك وأصعب وأعظم لكنها خفية إلى أن الله بيطلعها لما يقتلوني قولوا قتلوه على كلمة على كلمة إنسوا الله أكبر الله أكبر شوف بوص بيقول لك لبة ماذا ما يقول أصل المسألة وأصل العلم بيطالب العلم لبة احنا في مقلة اللب شوف 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 أقول فالنح جافها لك على أصله اللباب بس حقيقة يتعب منك أنك تبتلو أسقي المسألة عامة سنتكلم عن الرؤية ونتكلم عن النبوات ونرى المباينة العظيمة بين أهل السنة والأشعرة في هذه مثل هذه أبواب العقيد صراحة أن هذا يوم الزبح يوم الزبح الله يدينا وديم يا رب إن كان الله يعلم منا أننا نترفع ونفعل ذلك لمكانا وجهة ورئاسة الله يبعدنا عن كل ذلك ويسلم قلوبنا الموت أفضل لنا نموته بدون المراءة وطلب الوجهة والرياسة أو الممدحة بدل ما نشتعل في نار تلظى ومن عمل عامل الأشرق لمعه غيره تركته أشرك يقال فقد قيل ويذج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزان يا رب يكون هدايا لإخواننا ويكون ذلك إخلاصا للوجه لله الكريم ونصرة لعقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا لا بد أن يقع القدر ولا بد أن يزني وكتب عليه الزنا لكن هو الذي أراد الزنا فلما زاغوه زاغ الله فالله رعلا كتب عليه بنفسه لأنه أراد ذلك العبد أراد ذلك فين أسئلة هو ده السؤال وخلاص طيب أزاكم الله خير أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم نساء الله المحاضرة الساعة التاسعة في الجامعة هنتكلم على الصحاح ما معنى الصحاح وشروط أهل الصحيح والكامعة ترجمة البخاري هدي ليه في الجامعة حمدت الله ألا أكون قصرت مع الأئمة مسك الختام في هذا الباب وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ أَلَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّةِ وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّةِ فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّةِ فَدَافِقُونَ كَسُقْيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِينَ نَقِيًّا فَأَخْلِصْيَةَ رَبِّي وَبَارِكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِي لَالْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّةِ